لم تعود الأحاديث عن انشقاقات محتملة داخل حزب الدعوة حبيسة الكواليس فالصحف العراقية تتناول أخبارها بين الحين والآخر وآخرها وجود تحرك لخمسة من كبار قادة الحزب لتشكيل كيان سياسي بعيدا عن الأمين العام للحزب نور المالكي صحيح أكو تباين في وجهة النظر خاصة من بعد وجبة الإصلاحات التي قام بها السيد الرئيس الوزراء هذا ما يعني بأنه ما قام بي من الإصلاحات هو موضع اتفاق بينه وبين الكتل الأخرى بما في ذلك كتلة حزب الدعوة قد يكون هناك تبايونات في وجهة النظر خاصة أن أكونات شملهم التضرر بسبب الإصلاحات أوعدهم وجهة نظر تختلف أصلا عن رئيس الوزراء تسريبات الانشقاق هذه جاءت على خلفية فك الارتباطات التنظيمية والسياسية لقيادات في حزب الدعوة بالأمين العام للحزب نور المالكي حسب ما كشفت عنه النائب ابتسام الهلالي فيما يرى المتابعون صعوبة حصول ذلك في المرحلة الحالية لأسباب عدة حزب الدعوة تاريخيا عند هذه الميلان إلا الانشقاقات وعادة في كل مرحلة واستحقاق تخرج مجموعة من الحزب وتشكل تنظيما آخر حصل آخر واحد كان في خروج السيد الجعفر لتشكيل تيار الإصلاح هذا موجود المرحلة الآن تختلف وجود الأمين العام اللي هو المالكي ولا زال يحتفظ بالشيء من قوته هذا بكل تأكيد سوف يكون صعب هذه المرة الانسلاخ قد يحصل العكس أي بمعنى قد يخرج السيد العبادي خطوة الانشقاق هذه إن حدثت لن تكون معزولة عن ضغوط الاحتجاجات الشعبية التي تطالب العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة الحديث عن انشقاقات داخل حزب الدعوة قد يكون بداية لتشكيل تكتلات سياسية جديدة تتلافى في أدائها أخطاء المرحلة السابقة حيدر الأسد سكاي نيوز عربية بغداد